الجمعية الزمان حاجة ودلوقتي حاجة حقيقي دلوقتي زيها زي أدخل سوبر ماركت في نظامها وفي نظفتها والموظفين الأفاضل اللي موجودين جوه والتعامل جميل وكل حاجة عليها سعرها ودي حاجة مهمة ما أنت بتروح البقل تحت بيتكو تقوله أنا مش حاطط السعر ليه يقول لك أعمل إيه بيه ما كل يوم السعر بيتغير وعمل لك كيف عيني أنا مش فاهم بيعمل لي كده يخوفني هلا التعليمات المهمة جدا معاملة الجمهور أنا راجل موظف ما بكسبش أنا بنفس تعليمات باخد بخمسة ببيع بيعمل دولة بسعر التكلفة ما هو لازم بيكون فرق أنا طول ما الدولة بتتدخل في الأسعار في سبات في الأسعار حصل مشكلة برنا في السكر دخل جمعات السياقية وزارة التمويل الشرقة القبضة يبقى في سبات في الأسعار طيب أنا كده عرفت السعر بتاع الزي السكر والرز والمكارونة والعجز أنا مش عاوز الناس تتصور أن أنا بتكلم على البقل والحبوب وما تكلون كل لحمة اللحمة كم؟ اللحمة أول طبعا موجودة على الأعلى مستوى وفيه مصدقية وفيه أمان لأن عندنا سلسلة إشرافية من أعلى الدكاترة من أول ما تدبح في السودان لغاية ما توصل هنا عندنا أسطوء يعني الناس مصلحة موجودة في السودان عندنا اتنين يا إما تيجي مبرضة من أسوان وعندنا جروب من الصحة موجود هناك يا إما عندنا هنا في أسوان مدبحة محلين حلو والأسعار إيه بقى؟ يعني مروح النيل ألاقي الأسعار حلوة ولا أتخلط؟ إحنا نقول بقى الأول أنت بتشتري بكاية مش أقل بمئتين ومئتين جنيه ومئة وخمسين جنيه ومئة وثمين جنيه ومئة وثمين جنيه بره؟ أه لا ده بره بقى خش على مئتين ومئتين وعشرة وعشرين وثماتين مئتين وسبعين ده لما يبقى الجزار حبيبك لا إحنا الحمد لله بتوفيق من ربنا في أعلى درجات الجودة في اللحوم ومئة خمسة وثلاثين مئة خمسة وثلاثين مفيش حاجة بقى ما تقوليش وش فاخدة ما تقوليش عبر إتريبيانكو كله مئة خمسة وثلاثين مفيش فيها تفصيل يعني الوش الفاخدة رح قوله عايز عرق إتريبيانكو هيوزنهولي كله زي ما يطلع هيبقى كيلو مئة خمسة وثلاثين مئة خمسة وثلاثين تشرف تفضل تحت أمرك وزي ما عدت تاني بقولك أنا في الصبح لو حداك على استماعات الكاميرا موجود على من غير استعدادات الساعة 12 دنالي كله قفرت أفتح السبح الساعة 10 محددك المجمع وتشوف المنظر موجود طب أنا هقول لحضرتك حاجة وأنا وثق في كلامك مية في المية بس عشان خاطر أخوانا المشاهدين وأخواتنا المشاهدين فضل فضل أي حتة في الدنيا تروح لها بكاميرا يقولك الكاميرا ليه ههيبة كده ممكن حد يروح شايفني من على أول الشريع ما نعملي بقى فضل أنا هاخد بعضي بطولي وهنزل وقال مش هصور حتى بالموبايل ولا حكة أنا رجل أمين أنا هخش لابس بتاعي على دماغي ولابس كمامة فمحدش يميزني أنا بقوله هو من دلوقتي عشان بس رحش بكاميرا أصلا ما هيشوفوك هيعرفوك فأنا أنا هروح لابس الكمامة ولابس بتاع آيس كاب عشان أصوفه علشان البرد وهبقى متغطي مش باهم مني غير ناني عيني وهروق هاجي يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى هحكي اللي شفتوا بالملي أسعار معاملة وفرة يعني التلات حاجات المهمية أنا جاهزين يا فند واحدة أمر لا الأمر اللي هي سبحانه وتعالى أنا واسع جاهزين وتحشبه أنا هروح أنا بكرة يعني مجمع هشوفك كده في كذا حيتة بالمناسبة اشتركوا في القناة